ومتابعين بصباحنا وأولى فقراتنا لليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم كتير من نشوف من الأشخاص نقول نقاش معه عقيم خلص كتير متشبس برأيه كتير حاطت بباله فكرة ومستحيل أنه هو يغيرها وقديش من قابل هالأشخاص بحياتنا؟ بشكل يومي بلاقي أشخاص عنيدين تشبسوا برأيهم بشكل مثل ما حكينا أنا مزعج للأشخاص الآخرين اللي عم يشوفوهم كل يوم اللي عم يضطروا يتعاملوا معهم كل يوم بس نحنا كيف نقدر نتعامل مع هكي أشخاص متشبسين في رأيهم وعنيدين خلينا نشوف ونتعرف مع ضرفتنا مدربة مهارات حياة سلوى عرنوسي سعد صباحك يا سلوى وأهلا وسألة فيكي صباحك وصباح الألوان حبيبتي أنا عقلتي لي لوني هو لون المال والحب طبعا يلا إن شاء الله شو هو لون البنزين قلتك اللي بيجيب بنزين بيسرع الدور الله يخسر لأمور حبيبتي هنزد سلوى يا سعد صباحك على جديد واليوم يمكن موضوعنا كتير مهم شو يعني الأشخاص المتشبسين برأيهم شو يعني هدول الأشخاص العنيدين جداً بفكرة معينة وما بتتبت تمام هلأ في أشخاص خلينا نقول التشبس بالرأي هو الشخص اللي بيناقشك بس ليدافع عن رأيهم فيه فرق بين إني دافع عن قيمة بين إني عم دافع بس عن الفكرة إنه أنا بدي دافع عن رأيهم فالأشخاص اللي بدافعوا عن قيمة هنه نادراً إنه مثلاً يكون عم يناقشك حول قيمة معينة مثلاً يحكي عن قيمة الحب أو قيمة الصدق يعني شيء عام كلنا من أمنين فيه لكن فيه أشخاص بمجرد إنك تبلشي الحديث معهم ممكن حتى بدص الحديث يقولك ما تعز بحالك ما حغير تفكيري عنده فخر كمان إنه تشبس جداً برأيهم فالسؤال إنه هدول الأشخاص كيف صاروا هيك عندهم هذا التشبس بالرأي أو هذا التمسك والتعنط الشديد لرأيهم والدفاع المستميد اللي بيحول الحديث أو الحوار الحادئ لنقاش صوت عالي لجدال لأنك تشعر إنك تنفس في كل طاقتك مع هذا الشخص وما أدراني تقنعيه ولا بأي شكل من الأشكال وبصير التهرب من جوهر الحديث وعم يدافع بدون ما يسمع وجهة نظر لأخلي هالأشخاص بيكونوا عدة أنواع أول شي ممكن يكون شخص عنده الشخصية النرجسية يعني عنده هالذات المزيفة والإيغو العالية لأنا المزيفة فهو مفكر حاله عم يحمي حاله حماية ذاتية إنه أنا ما عم بسمح لحدة خلينا نقول صوري بهالتعبير العامي إنه يكسر راسي أو يكسر شخصيتي فهو مفكر حاله إنه عم يحمي نفسه أو عم يدافع عن شخصيته وهيك مفكر فبالتالي بيصير بكشة الوسائل بحاربك ليدافع عن وجهة نظره ولو حس إنه وجهة نظرك صح ما بيتنازلي إليك صح لأنه بيفكر حاله إنه هيك عم يخسر من شخصيته عم يكون شخص ضعيف فهذا الشخص مسكين عايش بفكرة أنا مزيفة فكر حاله عم يدافع عن نفسه أو هو فعلا شخص قوي مثل ما هو معتقد ومعتقد إنه هو شخص قوي بس خلينا نعرف إنه هاي هي ثقة بالنفس أم عناد وقداش هاي الأشخاص بنفروا من هذا الشخص اللي عنده هاي القصة اللي ما بيسمع لحده ما بيسمع رأي حدا لو كان هو على خطأ بس بيضال مصهر على رأيه وخلينا نحكي عن هذا الموضوع أكيد ما أنا ثقة بالنفس لأنه الشخص الواسق بنفسه هو أكتر شخص مريح هو الشخص اللي بتاخلي منه الطاقة الإيجابية بتاخلي منه التفاؤل يعني أنت يا حنا بتكوني عندك شك بشخصيتك فبتعدي ما الشخص واثق بنفسه بتطلع بعدها النقاش عم تشعري بالثقة بذاتك يعني دايماً بعتيكي طاقة إيجابية الشخص اللي دائماً عم يتمسك وبتحسي أنه هو عم يتمسك عمير في عراسه كتير فهو الشخص عنده مشكلة الأنا المزيفة ما بده يسمع رأي الآخرين وفوراً بيصير بيعطي كلام جارح يعني بيحسس الترف لإدامه أنه أنت أقل تفكيراً غلط تفكيرك ما بعرف كيف بتفكر يعني بنقول النقاش أنه هو الصح هذا نوع النوع الثاني اللي هو شخص تعرض للعنف المنزلي بالطفولة يعني عنده أب معنف هذا الأب دائماً بيقول خلص أنا قلت كلمتي وخلص أنا قلت كلمتي وخلص أنا قلت كلمتي وخلص ما بيترك مجال للحوار بالبيت فهو نشأ بأسرة في عنف فبالتالي الشيء دائماً اللي منكرهه من قلده منه منحس فبيكبر هذا الشخص بيصير عنده تقليد لها الصورة الزهنية اللي شافة بالطفولة ما بيكون عرفان هو شو عم يصير معه الشغلة الأساسية من وضوع الشبوس بالرأي إنه الإنسان دائماً رهين للفكرة الأولى عقل الإنسان رهين للفكرة الأولى اللي بيقبلها بيستقبلها يعني بالطفولة استقبلنا فكرة معينة وربينا عليها بدنا وقت كتير 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 كبير لحتى نتخلص منها مثل الشخص عايش ببيئة معينة وقت بنتين لبيئة تاني ما فوراً بيكون عنده مرونة بيعاني بيجي بقى هالشخص بأسرته كان فيه شيء من المرونة بيتأقلم ما كان فيه شيء من المرونة بيدل حاله وبيضل دائماً منذب يخلينا نقول فبيصير شخص متعصب لآراءه لأفكاره يعني بيصير هالنقاشه أنا كيف تتعامل مع هؤلاء الأشخاص هذا اللي يخلينا نقول إنه هو المهم أنا عرفت إنه الشخص المتشبس برأيه عرفت شو مشكلته وعرفت إنه هو إنسان عنده مشكلة محاله النقاش معه ومح يجيب نتيجة بس تلاقي شخص تشبس برأيه لمجرد التشبس بالرأيه هو الصح ونحن غلط بيكون هدوء وبس أعطى إنه رأيك وبحترمه وممكن يكون فيه وشهة نصر بس هلا هو يحك ترح يتزعكر لأنه بتشبس برأيه وبدو حتى إنت تقتنعي وبدو ينقشك وياخد وقت معك بالنقاش ويشعر إنه انتصر يشعر إنه انتصر كأنه عم يبني شخصيته على انتصاراته الكلامية لأنه دايما ما فيه شي اسمه خلينا نقول صح الصح صح عندي بس مو بدروا يكون صح عندي الطرف المقابل لإلي فيه صح لإلي فيه غلط لإلي فيه صح لإله فيه غلط لإله كل إنسان صح حسب وضعه يعني دايما قراراتنا هي حسب ظروفنا فما فيه شي اسمه قيمة مطلقة إلا المبادئ اللي هي مثلا الصدق قيمة مطلقة الأمانة قيمة مطلقة الحق قيمة مطلقة فيه أشياء ما فيه نختلف فيها لكن فيه أشياء ممكن تكون صح هلا بس مصح بعدين عرفتي كيف فمو معقول أنا بدي أفرض رأيه على الآخرين يعني أنا مني محور الكون طبعاً خلينا نحكي بنقطة ونناقش هاي الحالة دائماً يعني فيه قناعة صار عنه على كل فعل فيه ردة فعل لكل حالة فيه إلا ردة فعل وعلى كل يمكن حياة أو الترباية أو ظروف بالحياة فيه نتائج معينة ولكن فيه كتير من الأشخاص منلاقيهم متشبسين برأيهم وما بيسمعوا الكلام يلي عم تحكيه ولكن بالتنفيذ بنلاقي لأ الشي اللي حكيتي هو عم يتنفذ هاد الشي دليل على نقص ولا دليل على عدم الثقة ولا دليل على إثبات إنه لأ أنا موجود وقت اللي بدي أنا بدي يعني بعمل الفكرة همدافع عن شخصيتي عن الأنا المزيفة عم بحمي حالي إنه أنا لأ ما بتنازل بس يمكن قعد بينه وبين حاله هاي شخصية شوي إيجابية فيه فيه نقاط إيجابية قعد شوي بينه وبين حاله قتنع بالفكرة نفذ بس إنه نفذ القصة بكيفه بس إذا إيجيتي قلتينه انت رجحت لرأيه بغير التنفيذ فإذا كان هذا الشخص هو مثلا زوج أنا عم بتعامل معه أو ابني أو مثلا إختي أو حدا بالعمل أنا مضطرة أتعامل معه بشكل دائم بعرف إنه هو ما بيحب يشعر معلقة عنده مشكلة المقاومة خلينا نحكيها فيه أشخاص عندهم مشكلة المقاومة يعني هذول الأشخاص عندهم مشكلة المقاومة إذا قال بدي فيق الساعة ستة الصبح ما بفيق إذا قال ما بدي يتأخر بيتأخر هو عنده مقاومة داخلية فهو بيكره فكرة الأوامر بيكون عنده مشكلة بالطفولة بفكرة الأوامر فمجرد إنك أنت تعطيه رأي لهو معناته مو رأي هو نصيحة أنت تعطي نصيحة توصل للعقل الباطن عنده أمر شو بيكون عنده؟ عنده مشاعر المقاومة بيقاوم هذا الأمر فبصير بيضل بيقاومه لأنه ما بده يشعر أنه هو شخص مسيطر عليه فعنده مقاومة لفكرة السيطرة فبيضل بيقاومك بعدين لما بيعود هيك مع حاله بيلاقي هالفكرة صح ممكن ينفذها هذول الأشخاص بيعانوا من فكرة المقاومة ما فينا نحكي معهم بطريقة يشعروا فيه أنه أمر فإذا أنا كان عندي شخص هيك أكثر ممكن نحنا يكون عندنا شوي من المقاومة كيف أعرف حالي إذا عندي مشاعر مقاومة هو أنا لما بقول ناوية أعمل هيك ما بعمل ما بنفذ يبقى أنا عندي مقاومة وفعلاً بلاحظ حالياً وقد أدخل النقاش بقاوم يبقى أنا عندي مشكلة المقاومة يبقى لازم عالج حالي بسكية نسب ما بعمل مع هذول الأشخاص؟ ما بيجي بنصحهم بشكل يشعر أني عم بأمره لما بفتح معه حديث أو نصيحة أو كذا بيقول له أنه يمكن إذا عملنا هيك يكون صاح بحول فكرة النصيحة لسؤال أنه شو رأيك؟ يعني أنا حولت خليني يقول الأحقية بالرأي له هون هو بيشعر أنه هو اللي ينفذ فبيقلك أنه أي في وجهة نظر وطبعاً لازم يحط لمساته بالنقاش طبعاً لازم يكمل السفكرة هو أكيد خلينا نحكي سلواء أمتى بيكون تعصب للرأي نقمة وأمتى بيكون نعمة؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع وكمان الأشخاص مثل ما حكينا أنه هذا الشي بيستمر معهم من صفولتهم لحد معي كبير يعني هي صفة ملازمة كل الحياة أمتى بيحتاج الشخص لعلاج ويروح عند أخصائي نفسي أو اجتماعي ليتعالج من هالموضوع؟ نحن سألتكي سؤالين السؤال الأول أنه إنت بتكون نقمة وإنت بتكون نعمة التعصب للرأي بكل أحواله نقمة التشبس أو التمسك خليني أقول القيمة هو نعمة يعني أنا تمسك بقيمة تمسك بقيمة عائلتي ما فرط فيها تمسك بقيمة أنه أنا أولادي مثلاً رقم واحد بحياتي برأيي الشخصي أنه أنا لازم اهتم فيهم مثلاً أشخاص يقولون أنه عادي مو ضروري تحطهم بمدارس مرتبة مو ضروري كذا لأنا ضلني متمسك بقيمة أنه العلم رقم واحد مثلاً حقي إني دافع عن هالفكرة هالقيمة لأنه هذا حياتي الشخصية فهي هون قيمة اسمع قيمة بتخصني دافع عنها تشبس بالرأيي لمجرد أني أنا أتشبس بالرأيي ما بتي اسمع وجهة نظر الآخر حتماً دون تفكير هذا شيء سلبي دايماً لازم اسمع الإنسات أهم من الكلام لازم اسمع لأنه إذا ما بسمع الطرف الآخر وما بسمعني حواليه ما بتطور الإنسان يتطور بالسمع لأنه السمع بيساعد على الإنسان أنه يعرف الحقائق هاي شكلة هالفكرة الثانية اللي قلتي لي أنه التشبس بالرأيي ملازم بحياة الإنسان مو دايماً سبب الطفولة إلنا ممكن هذا الشخص تعرض لظروف فيها إهانة فيها مشاكل مثلاً سيدة زوجت تعرضت لظروف وإهانة بزواجها شعرت أنه شخصيتها خلينا نقول تكسرت كثير ترتبطت ارتباط ثاني بتحاول تدافع عن أنا جديدة صنعتها مزيفة فبتصير دايماً بتقول لا 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 هون عندها مشكلة عفتي كيف فممكن تكون قصة جديدة فنحنا هون كمان بدنا علاج إمتى الإنسان لازم يفكر يعالج نفسه ويروح حد مختص الإنسان دايماً ما لازم يخسر علاقاته أزا شعر أنه كل ما بيفتح حديث مع حداً عم يخسر علاقاته وبلش يقول له إيه متشبس برأيك إيه مفكر حالك أنت الصح فهل أنا كتير بشي بسرني إني إخسر عائلتي وإخسر رفعاتي وإخسر علاقاتي الاجتماعية ما في إنسان ما عنده خطأ بحياته هو الاعتزار قوة فأنا ثقتي بنفسي بإني إقبل إني أتغير بإني كوني شوي إيجابي اسمع الآخرين اتثقف، اتنور إذا أنا فكرة ما بدي ماني مقتنع فيها ما حدا قال إنه أنا من حقي حول الطرف الآخر لأمامي إنه اقتنع برأيي ببساطة رأيك وبحترمه وبوقف النقاش يعني حلو قول إنه رأيك وبحترمه مو شي صح إنه أنا إفرض رأيي وأفكاري عالآخرين لأنه هذا مو من حق أي إنسان بالعالم يعني سلوى بالخطام خلينا نقول كيف لازم الشخص أكيد كل واحد يعرف حاله إذا هو متشبس برأيه ولا متمسك بأفكاره خلينا نحكي إذا أي شخص هو بيمتلك هاي الصفات كيف هو يحسن حاله كيف هو يكون هيك مرد أكتر مرونة بالنقاش ويدرب حاله على إنه يسمع الغير ويتعلم من تجاربه صح منقول دايما قبل لما بدي أسمع الآخرين أو أهم نصيحة ما إبني آرائي من قبل ما إسمع الآخرين يعني مو دايما أنا بس حدا بدي أحكي لي السؤول هو جاي قناني أو سوري هي بتغير مني أو هي آه متضايقة لأنه أنا أخذت منصب أو مفكرة أفكارنا مشاعرنا العاطفية منحطة على جنب بدي أسمع بتجرد يعني خليني أسمع لصاك أنه أنا مالي ترفية دايما وخليني أتوقع الإيجابي بس أتوقع الإيجابي من الطرف الآخر بتخف التوتر عندي والإنفعال ونبرد صوتي ما بترتفع ومبعد بتشبس برأيه هو تدريب وعدم التشبس بالرأيه ثقة وقوة أذا قلت للطرف الآخر رأيك وبحترمه أبدا ما نضعف أنه نحن عنا مغالطات بين فكرة الضعف وفكرة القوة دايما بنربط القوة بالخطأ تمام ونربط الضعف بالصح التسامح قوة بنفكر التسامح ضعف والاعتزاء ضعف هي مفاهيم مغلوطة بس ببساطة أنه نفتح حائلنا ونفتح قلبنا رقم واحد بس أنا الطرف الآخر شايفه أنه عنده أفكار سلبية طب خليني يفتح قلبي خلي قلبي كبير فأكيد بصير نقاش حلوي شعبي أكيد سلوى شكرا إليك شكرا لوجودك معنا وأكيد شكرا لمعلوماتك القيبة ونشوفك في حلقات قادمة